السلام عليكم ازايكم حبايب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال النهاردة ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض فطاير بالجبنة سهلة وبسيطة واقتصادية وسريعة جدا ومن غير فرن ان شاء الله باذن الله هتعجبكم هنفتحها كده مع بعض في الاخر ونشوفها عاملة ازاي انا بحاول لانا اجيب لكم وصفات سهلة وبسيطة وسريعة وكمان جربتها وطعمها حلو جدا يلا بقى بينا نشوف المكونات ده بس في الاول اشتركوا معايا في القناة لو لسه لها دلوقتي ما اشتركتوش وكمان شجعوني باللايك ويلا بينا نفتح الجبنة بتاعتنا بصوا بقى اكتر حاجة مكلفة عندنا في الوصفة النهاردة هي الجبنة الشيدر الالب اللي انا جايب بقى قدامكم ده بخمستاشر جنيه مش هناخده كله طبعا هناخد جزء منه هناخد حوالي متين جرام لان احنا هنعمل كمية ما شاء الله كبيرة تمام وهحط لكم نصف الكمية ده في صندوق الوصف ان شاء الله بإذن الله يعني متجرام متجرام من جبنة الشيدر يعني انا جايب القالب كله بخمستاشر جنيه ممكن تحتاجي كده بخمسة جنيه بس جبنة انك تعملي بيها تمام هنحتاج ايه تاني غير جبنة الشيدر هنحتاج كمان جبنة ويدة او جبنة فيتا جبنة عضية خالص وهنحتاج اللهم صلى الله عليه وسلم محمد دقيق وهنحتاج كمان كبايتين من الحليب ومعلاقة كده من البودر وبطين والله مسلسى محمد حزمة صغيرة جدا كده من الكزبرة تمام كده طب الدقيق الدقيق دي لو هتعملي متجرام جبنة ومتجرام جبنة يعني متجرام جبنة شيدر ومتجرام جبنة من جبنة الفيتا هتحتاجي حوالي ربعمائة جرام من الدقيق وبرده لو احتاجت دقيق هتحطي تمام كده وهنحط كمان اللهم صلى الله عليه وسلم محمد يعني مش كبايتين لما نحط كباية واحدة لو نصف الكمية انا ما شاء الله الكمية دي عملت لي يعني حاجة كبيرة كده محترمة انا كنت عايزة كمية كبيرة فعشان كده انا عملت كتير انت هتعملوا نصف الكمية دي او هعايزة هتعملها كلها مرة واحدة اعمليها يعني ملي بنفس المقدري اللي بقولك عليها او انك تنصصيها بقى تمام طب انا عملت ايه ما عملتش حاية ده انا جبت البطين حطيتهم وحطيت عليهم اللهم صلى الله عليه وسلم محمد حاجة كده صغيرة من الفلفل اسود وحطيت الحليب وقلبتهم مع بعض ونزلت بقى بالمكونات بتاعتنا نزلت بكل المكونات بتاعتك نزلت بالدقيق وبعد كده نزلت بالكسبرة والمصص محمد والجبنة عجنت ده كله مع بعض لوقت لما كونت عجينة لو احتاجت شوية عجينة دي كده حطي بس لحظي ان العجينة هنا بتلزق يعني مش حتى تكون مسكة او كده زي العجينة اللي هتعجينها وتغبزيها يعني تمام اللهم صلى الله عليه وسلم محمد يا بتبقى تلزق كده فانت يما تيجي تفريدها بقى على رخامة زي ما فردتها كده وش شوية من الدقيق تحتها وكمان شوية فوقيها وتبطتها كده بأيديكي وتفريدي للسمك اللي انتو شايفين قدامكو ده هورهوكو دلوقتي كمان بالتفصيل ويه اللهم صلى الله عليه وسلم محمد وتبتدل انك تقطعيه او تشكليه اي شكل انت عايزين وزي ما انتو شايفين انا ساوت كده الاطراف وجبت بقى القطعة اللي هي بعمل بها الارائش ده وعملت كده اللصص محمد بالطول وبالعرض وكمان هرجع دلوقتي هعمل عكسي هشوف دلوقتي انا بعمل ازاي بقطع ازاي ما عنديكش القطعة دي تقدر بسكينة ما فيش اي مشكلة خالص بالموجودة عندك اعمليه مش عايزة تعملي الشكل المثلسات اللي انا عملته ده اعملي اي شكل مربعات بقى دوير اي شكل انت عايزين انا عملته طولي وعرضي ورجحت تاني المربعات دي كده عملته نصين فبقى معايا مسلل زي ما تشايفين اهو شايفين السمك السمك بيبقى كده يعني لا تعمليه سمك قوي ولا تعمليه رفيع قوي عشان يقب معك كده ويبقى حلو في الزيت تمام احنا هنقليه في الزيت مش هنعمله في الفرن طيب انا عايزة اعمله في الفرن تمام اعمليه في الفرن ما فيش اي مشكلة خالص اعمليه رصي كده في اه صانية وصاجة او اي حاجة وحطيه في الفرن وسويه حمريه من تحت ومن فوق هيبقى معاك برضو حلو جدا انا مجربتوش بس اكيد هيبقى حلو جدا يعني انا بقول لكم حلو جدا لان انا عارف ان هيتطلع حلو جدا تمام هو في الزيت ما شاء الله بيب زي ما انتم شايفين كده انا بعد ما خلصت تقطيع الكمية اه يعني قنفضل حتة كمان يعني قلتها حمر ده وبعد كده لما اخلي مكان هبطت التانية وبعد كده اطحها يعني وابتدي اللي انا احمر فيها زي ما انتم شايفين بمجرد ما حطها كده في الزيت بتقوم تشيل كده وتقب حمريها من تحت ومن فوق بالمنظر ده واتبقى معاكو حلو جدا طلعيها على مناديل صدقوني كنت جايبها اللي طلعتها على المناديل والله ما فيه نقطة الزيت كانت على المنديل وانا بحلف لكم والله العظيم ما كان فيه نقطة الزيت كده على المناديل آآ نازلة من الفطاير ما بتشربش زيت خالص يعني كمية الزيت اللي قلت بيها في الاخر كانت هي هي يعني نقصت حاجة بسيطة حاجة بسيطة تاني شايفين اهو حتى انا ما قلتش في زيت غزير في زيت عادي عادي كده ده ما بقلي محطتش في زيت كتير وانا هنا بوريكم اللي انا يعني عملت جزء وكمان آآ حمرت جزء وآآ ببتدي افرد التاني معايا يعني ما بقفش على حاجة وده بقى شكل الفطاير بعد ما خلصتها وطبعا اولادي كانوا بيأكلوا ورايا بألفة هانا وشيفها حلوة جدا طعمها حلو جدا الحاجة لما بتبقى ناجحة معايا وبلقاها حلوة انا بشجحكم انك تعملوها يعني بقى لكم الحاجة ده انا جربتها حلوة جدا جربوها بتبقى حلوة جدا انا عملت كمية كبيرة ما شاء الله يعني مالات لي حاجة يعني صينية كده كبيرة مالات هالي كلها كده هرموا الله بس انا اولادي بقى خدوها يكلوا فيها والباية سبنال تاني يوم علشان يعني اولادي يسحبوا منه كده واحنا صايمين خفيفة جدا وسهلة وسريعة وكتصادية وطعمها حلو جدا جربوها ويدعو لي يلا بقى متنسيش باللايك والاشتراك في القناة واستودعكم الله لازلتها دي ودائعة